مساء الخير دياب يقول لنا نطالب كلية تجارة وحابب مجال المحاسبة والإدارة واخدت كورسات في المحاسبة من جامعة الفايصل السعودية بشهادات وعلى الجنب يخيغ تلالات ديجيتال ماركتنج بشهادة من ميتة فيسبوك والحد دوقتي حابب المجالين مش عارف اختار ايه وفي نفس الوقت كله بيخوفني من مرتبات المحاسبين وانها الليلة جدا وان البرمجة هتنهي الوظيفة دي فاتمنى الرد عشان تايه جدا اولا الارزاق على الله دي اول حاجة سانيا يعني بقول الشيخ يسر جبر اللي عملك بوء هيوكله لك يعني يعني ربنا هو اللي هيرزقنا ان شاء الله سيبك من الوظيفة دي تنتهي وتختفي والناس مش هلاقي الشغل يسيبك من الكنم ده بالنسبة لي المجالات انت شوف انت الانسب ليك ايه هل انت بتحب المحاسبة ولا الماركتنج ونصيحة ليك انت لو انت حابب المجالين ومش عارف تختار ابدأ قدم في الاتنين وانا اقول لك بقى نصيحة يعني ديب المصطفى يعني وجربتك كتير لو انت الاتنين حبيبهم اول والاتنين اه هوا ما الاقوال بالنسبة لك قدم في الوظيفتين الوظيفة اللي هتجي لك فيها شغل اسرع واسهل وعملت الانترفيو وتعينت اعرف ان دي رسالة كده من القدر ومن ربنا ان ربنا ميسر لك الطريق ده اعمل صلاحة استخارة وقدم على الوظيفتين دول وما تسمعش كلام الناس المحاسبين مرتبات قولي لا بنشوف ناس بياخدوا مرتبات عالية وناس بياخدوا مرتبات قليلة والناس على فكرة في الماركتنج الشغلين في الشركات انا والناس بياخدوا دولارات فالفرق انت بتشتغل فين وايه وانت حابب ايه وهو ده القول الفاصلي فانت شوف انت حابب ايه وصلصت استخارة وقدم في الاتنين ده اتقابلت اشتغل فيه وبعد ما اشتغلت محبتش يبقى انت خلاص عرفت ان التاني على ارض الواقع اقدم فيه وهكزا ولكن قدم في الاتنين صلصت استخارة وعمل مقابلات اللي يجي لك اسرع يبقى هو ده اللي بالنسبة لك هيكون ربنا ميسر لك في الطريق وبيقول لك روح هناك روحت لقيت نفسك اتفتحت نصيحتي ليه تكمل في الحاجة دي لان كده ربنا ريدلك الخير في المجال ده وان شاء الله ربنا يكرمك بيه ودي نصيحتي عاوز تعمل بيها عامل مش عاوز لك مطلق الحرية